زعم الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو التابعي له أغار على مواقع لفيلق القدس الإيراني في محيط العاصمة السورية دمشق ردا على القصف الذي طال الجولان المحتل في وقت سابق بدورها أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية ومنعته من تحقيق أهدافه رغم الضربات الإسرائيلية المكثفة هذا وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي رفع من حالة الجهوزية لمواجهة التطورات العسكرية المحتملة فيما أعلنت الجبهة الداخلية إغلاق موقع جبل الشيخ وأوسط المواطنين الإسرائيليين بالحذر من أي تصعيد عسكري محتمل